أكثر من عشرين مليون أمريكي فقدوا وظائفهم السبب هو كورونا أما الحل فهو وقف الهجرة المؤقتة رئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر حسابه على موقع تويتر صرح بأنه سيوقع قراراً تنفيدياً لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى بلاده متدرعاً بضرورة حماية وظائف المواطنين الأمريكيين في ظل الأوضاع الاقتصادي الصعبة التي فرضها فيروس كورونا ترامب لم يقدم تفاصيل إضافية حول خطته لكن مصادر مقربة منه قالت إن قراراً رسمياً يمنع حصول المهاجرين على البطاقة الخضراء كما سيوقف إصدار تأشيرات عمل لهم يدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة منذ توليه الرئاسة تعهد ترامب بمواجهة موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة واعتزم إقفال حدود بلاده بوجه جميع المهاجرين غير القانونيين وبالفعل أظهرت الإحصاءات أن عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة انخفض من عام 2016 إلى عام 2019 بنحو 25% أي من حوالي 600 ألف مهاجر إلى ما يقارب 460 ألف مهاجر منذ حوالي الشهر بدأت الولايات المتحدة بالفعل بتعليق إصدار التأشيرات بما فيها تلك الخاصة بالمهاجرين بسبب وباء كورونا كما اتفقت مع كل من كندا والمكسيك بتكثيف التشديد على الحدود ومنع جميع الرحلات غير الضرورية حتى منتصف مايو على الأقل ترجمة نانسي قنقر